الحديث عن الصواريخ البارستية هي ستكون قضية مهمة للغاية بالنسبة لبوتين في هذه الحرب لماذا إيران تنخرط بهذا الشكل الكبير في هذه الحرب؟ البعض يرى بأن انخراط إيران بهذا الشكل المباشر هو ليس مبرراً رغم أنها لم تعترف بهذه القضية حتى أن زيلنسكي أرسل رسالة مهمة يوم أمس إلى الشعب الإيراني بأكمله يطالبهم ألا يكونوا في الطرف الآخر مع الطرف الآخر من هذه الحرب لماذا تنخرط إيران بهذا الشكل الكبير؟ وهل تعتقد فعلاً أنها قد تصل إلى نقطة إرسال الصواريخ البارستية والذهاب إلى تلك النقطة؟ والآن إذا تحدثنا عن الرسالة الأخيرة التي ألقاها زيلنسكي فمن المثير للاهتمام ما ذكره ينبغي أن نبقي نصب أعيننا بأنه في إيران في الوقت الحالي بالعودة إلى سبتمبر حينما اندلعت الاحتجاجات في إيران هذه الأزمة الشرعية للجمهورية الإسلامية قد بلغت صعيداً جديداً هذا سياق مهم فلنتذكر إذن بأنه منذ سبعة أشهر قبل اندلاع الاحتجاجات كانت روسيا تغزو يوكرانيا وكثير من الإيرانيين في ذلك الرئيس السابق كانوا يعربون عن تضامنهم مع يوكرانيا فإذن ليس هناك حملات كثيرة لدعم الجيش الروسي من قبل الشعب الأوراني فإذن أعتقد بأن زيلنسكي يحاول أن يستغل هذه الحقيقة وحسب ما أقرأ الموقف فالرئيس اليوكراني يحاول أن يغلق مزيداً أو بأن يزرع وتداً ما بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية في توقيت هذه الجمهورية الإسلامية فيه تتعامل مع أزمة شرعية وإضافة إلى ذلك عندما تحدث زيلنسكي إلى الحكومات وكذلك الشعوب لدولة أغلبياتها من المسلمين فهو يتحدث كثيراً عن الأقلية المسلمة في أوكرانيا كنت في قطر في شهر مارس من العام الماضي في الدوحة حيث زيلنسكي قام بمخاطباتهم افتراضياً تحدث بطريقة تمثل حساسيات والعواطف الإسلامية تحدث عن الأقلية المسلمة في أوكرانيا في شبه جزارية القرب وفي هذا الشهر أيضاً عندما كان في جدة خاطبة اجتماع الجامعة العربية وتحدث من نفس المنطلق حول الأقلية المسلمين في أوكرانيا فإذا مجدداً عندما خاطب الشعب الإيراني الآن هو أيضاً يتحدث عن هذه الأقلية في أوكرانيا وهذا سرد أو رواية ومخاطبة تهدف إلى تجييش مشاعر المسلمين في العالم لأن يشعروا بأن هناك مزيداً من الحاجة لأن يتخذوا الدفاع عن بلد زيلنسكي اشتركوا في القناة